أهلاً لكم جيداً لكم ها أول مرة بوعظ بالعربي وحداً بترجم لي الإنجليزي ومبسوط كثير إن أكون معكم بالحقيقة أول ما حكيوني أحبة من آخر السنة الماضية كنت في تركيا واتصلوا فيه وقلوا لي إنو بحبوا إنو بيجي أخذه هون بديشكوا رب إنو في شي جواتي راب عملوا سعادةً بكل الخدمات العادة بخدمة بأكتش بكتر من 84 بلد بالعالم والحقيقة كنا عم نلعب أنا ومرتي هذيك المرة وليقيت أب على التليفون اللي بتقدر تشوف خريطة العالم كم بلد زرت بأنا أول مرة فكرت كم بلد صرت رايح لكن اكتشفت بعدين أنو صرت رايح على أربع وثمين بلد هذي قصة بصلي إنو راب يعطيني فرسة أني شركة معكم بعدين لأنو راب قال لي رح يخذك بكل العالم إنما ولا مرة عادةً من بداية خدمتي ولا مرة بخدم عرب برات الدول العربية إلا مرات قليلة أو مرات قليلة وهذي أول مرة من يمكن عشر سنين بخدم عرب برات الدول العربية بدي أشكر راب من أجل الدعوة وأشكر راب من أجل جو والأسيس طارق ومن أجل كل الأحبة لكن هناك شيء راب بدوا يعملوا في هذا الأسبوع وانا بدي صلي بأنو راب يحط شيء على حيات كل واحد فينا حتى بالوكين الجيء لأنو وقت طويل إنك تجي من لبنان إلى هون ما تشوف شيء عم بصير لازم يصير شيء لذلك سيحدث أمين كم واحد مشجع في هذا الأسبوع؟ كم واحد لبناني هون؟ كم واحد لبناني هون؟ شعب الله المختار حللوه بالطبع من أجل الناس مجدا لي أسوع في بركة بالمكان يا أسوع هناك بلشة في هذا المكان بلش الكبرياء اللبناني يطلع على هنا كم واحد من مصر؟ كم واحد من إيجبت؟ حللوه كم واحد من أردن؟ كم واحد من سوريا؟ كم واحد من إيجبت؟ شعب الله من أردن؟ من أردن؟ إيران من من إيران؟ مين أسترالي هون مجداً ليسوع رحكون عندنا وقات ممتعة مع بعض أنا بعرف أنه اسم المؤتمر هو ليكن لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وعندي إيمان بأنه رح يكون عم يكلمنا عن الملكوت هناك أمور كثيرة ينبغي أن نتعلم فيها عن ملكوت الله وأمور كثيرة رب يريد أنه يخلينا نعرف فيما يختص عمل الملكوت نسمح لي لك بأن في بعض الأمور توقف عمل ملكوت الله وفي بعض الأمور تجعل عمل ملكوت الله مفتوح إذا أنت تعتقد بأن إبليس استطيع أن يوقف عمل ملكوت الله إذا تعتقد أن الشخص الوحيد القادر أن يوقف عمل ملكوت الله في هذا العالم هو أنت وما بعرف ليش أنا عم صلي لهذا الاجتماع الرابع أعطاني أن أتحدث لكم عن هذا المكان في الكتاب المقدس ولكن الرائع بأنه رح كون عنا بكرة وقت أيضا التلاتة رح كون عنا وقت الأربعة رح كون عنا وقت وبعدين الويكيند الجاي رح كون عنا وقت وفي حال أنت ما حبيت أنا شو رح أقول في حال أنت لا تحبت ما أحبت ما أقول حللويا أنا مسافر على كل الأحوال أنا سوف أتحرك بأخرج ولكن أنا أتحرك بأنه ربي بركك حللويا وأنا أتحرك بأنه من دون أي مساومة إذا أردت عن جد أن الله يعمل بحياتك عليك أن تكون حقيقي عليك أن تكون حقيقي مع نفسك أبل أن تكون حقيقي مع إله أروع شيء بأله بأنه يعرف كل شيء وعلى هذا الأساس أنا ويك ما فينا نخف بشي عليه بقول كتاب المقدس كل شيء عار ومكشوف أمامه وله سوف نؤدي حساب أهوى شيء أنك تعمل في هذا العالم أنك تعترف لشخص أصلا بيعرف كل شيء لشخص أصلا بأنه يعرف كل شيء لأن الله يحتمل أنك تحكي اللغة التي تحكيها لأن الله يحتمل أنك تحكي اللغة التي تحكيها اللغة التي تحكي اللغة التي تحكيها في حياته اللغة اللغة لنصلي مع بعض حبيبي يسوع صلي رب أنك تتلمس كل شخص موجود في هذا المكان يا رب افتح أذهاننا قلوبنا عيوننا لكي نفهم الكتب وقوة الله تعالى تعامل مع خبايا القلوب تعالى يا رب وإكشف عن عيوننا يا رب نريد حرية حقيقية نريد شفاء حقيقي نريد تعاملات ولمسات حقيقية نريد تأثيرات نفسية نريد عمل حقيقي بالروح القدس بكلمة الله بإسم الرب يسوع المسيح ولكن نعطى كل المجد أن تتزيد ونحن ننقوز أن تترتفع ونحن ننخفض أن تترتفع ونحن ننخفض ليس لنا فقط لأسو كل المجد كل اللي MILLjä بدي تحييات مع نيسة حيات فايادة لكم كنيسة تحييط فياضة عم بتصلي لهذا المؤتمر ومتوقعين بأن الرب راح يكون عم يعمل عمل غير عادي وبدو أشكر الله بن أجل أنه سمحوا لي أنه يجي لهون وأيضا تحييت زوجتي زينة وأجمل بنت بالعبارة بنتي عمرها سنة وثلاثة شهر كان كتير صعب أن أتركها ويجي أسيسها بس هاللويا مبارح عم تطلع فيه بالتليفون عم تطلع بإمها عم تقول كيف هذا صار جوا ويجي أسيها ويجي أقول كيف حدث فيه مبارح كان هنا كيف حدث هنا كيف حدث هنا هاللويا خيروا على كتاب رعوث مجدا لي أسوأ رعوث على صاح الأول رعوث على صاح الأول أنا ما بعرف ليش الله يقولني أنه شارك شو عم شارك أنا ما بعرف حدا في هذه الكنيسة بعرف أسماء لربما بس ما بعرف شو عم بصير بحياة كل واحدة لكن الرب يعرف أنا مقاد من قبل الله وأنا متأكد بأنه الرب سوف يتحدث إلى كثيرين اليوم بكتاب رعوث بسمحوا لي بس أنا أستخدم ترجمة كتاب الحياة كتاب الحياة بكتاب الحياة فارتحلوا إلى بلاد مؤاب وآقاموا فيها فارتحلوا إلى بلاد مؤاب وآقاموا فيها فارتحلوا إلى بلاد مؤاب وآقاموا فيها فارتحلوا إلى بلاد مؤاب وآقاموا في أوقات المحن شاء لافت كيف أنا وياك نأخذ بعض القرارات في أوقات المحن وعادة شاء لافت كيف أنا وياك نبحث عن ما هو جيد بالنسبة لألنا وكيف أن الظروف بعض الأحيان تحتم علينا قرارات هامة في حياتنا وشاء ملفت فعلا بأنه عندما تسيء الظروف عادة ما أنا وياك بتلاقينا نأخذ قرارات في هذه الحياة وملفت بأنه في أوقات المجاعة في الكتاب المقدس بيقول الكتاب المقدس هناك عائلة كانت مؤلفة من رجل وولدان وحسب التاريخ بالحقيقة بالتلمود اليهودي بالحقيقة يقال بأن هذا الرجل وهذه الامرأة تغربوا من دون أولادهم وولدوا أولادهم في الغربة وسبب الغربة هو المجاعة في الأرض ظروف صعبة ظروف قاهرة جعلت من هيدول الأشخاص أن يتركوا أرض المعاد يتركوا المصير والقدر أو بمعنى آخر يتركوا الدعوة من أجل أن يبحثوا عن أماكن يجدوا فيها كل ما هن بحاجة لألوه وشيء ملفذ بأن بعض الأحيان أنا وأنت نطلع إلى يهوذة بأن نبيع المسيح نحن نظر بعض الوقت إلى جوداس ومتبع جيزيس فكرة يهوذة ما بيع المسيح بسمن رخيص بهذه الوقت لأن أنا وأييك نطلع إلى ثلاثي من الفضة نظر أنه شاء كثير كثير بسيط في هذه الأيام نظر أنه شيء بسيط في هذه الأيام لكن في هذه الأيام كان قادر هذه ثلاثي من الفضة أن تشتري سمن أرض لكن هذا الغيط في هذه الأيام يمكن أن تشتري بسيط في جيزيس لذلك كان ذلك يهوذة بأنه قد بيع المسيح ونظر إلى جوداس ونحن نطلع إلى جيزيس لكن بعض الأحيان أنا وأنت نبيع المسيح بأرخص بكثير من ثمن أرض لكن بعض الأحيان نطلع إلى جيزيس بأرخص بكثير من ثمن أرض نبيعه أو نحن نحن نبيعه بأوقات جائدة نحن نحن نبيعه بأجل خطايا نحن نحن نبيعه بكثير من ما قد بيعه يهوذة نحن 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 نبيعه بأمر مزاياً من جيزيس وعندما تدرس معنا ملكوت الله هي أن تدرس مزايا الملك بأن اسفهمت ملكوت الله هو بمفهومك لمن هو الملك في هذا الملكوت وعلى هذا الأساس أنه إياك إذن ندرك بأن حيث الملكوت هناك الملك وربي يسوع قد قالها أن ملكوت الله في داخلكم بمعنى آخر إسكان الملكوت في داخلك هذا يعني أن الملك في داخلك وإسكان الملك في داخلك هذا يعني أنه يبغى هذا الملك أن يكون له شرك معك وليس فقط يبغي مشاركة معك إنما أيضا له مشروع لحياتك أنت سوف تكون مئة بالمئة في سعادة مئة بالمئة في فرح مئة بالمئة في سلام نهار اللي تدرك مشروع الله في حياتك خليني لك شيء ما هام الكتاب المقدس يقول بأن ملكوت الله هو فرح بر سلام في الروح القدس قل ما هي الكلمة فرح بر سلام بعض ما رأوا الفرح بر سلام تعرف عندما تفكر بالملكوت تفكر بمزايا الملكوت تفكر بمزايا الملكوت تفكر بمزايا الملكوت بمعنى آخر لا يوجد شيء في ملكوت الله مش فرح راح شرح لك شو بقصد اذا أنا هلا أبروح على بيت الأسيس تاري والأسيس تاري وزوجته راح اكتشف بأنه بيت الأسيس تاري بيشبهه وبيشبه زوجته ما في شيء بقلب هذا البيت ما بيعجبون وإذا في شيء ما بيعجبون بغيره أو بيصالوا أنوا يغيروا بس ما بيعجبون وعادة إذا بتدخل عندهم عالبيت راح يقول لك بأنه هيدا بيتنا بس هيدا ما بيعجبنا راح نغيرها أنا بالحياة تزوجت كثير ماخر أنا أزوجت كان عمر 22 سنة لما أزوجت وصار لفترة أمزوجت و لما أزوجت بالحياة كان حياتي عندي حياة خاصة حياة خاصة حياة خاصة حياة خاصة و بحياة الخاصة كان عندي بيتي كان عندي بيتي وحياة خاصة قبل الزواج وفجأة أنت زوجت لما أنا كتعيش لحالي أنا عملت ديكور بيتي مثل ما أنا بدي كل شيء بتفوت على هذا البيت بتشوف فيه شادي كل شيء في المنزل يشوف شادي لما تفوت لجو و تلقاعدة مثل ما أنا بحبه و تلقاعدة المطبخ مثل ما أنا بحبه المطبخ مثل ما أنا بحبه كل شيء بيتي كل شيء في المنزل على المهلة كل شيء جبته بهذا البيت كان مثل ما أنا بديه أو ما جبته إذا كنت مش قادر انتر بس ما أشتري شيء ما بديه وفجأة أنت زوجت وفجأة أنت زوجت ضع شادي 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 فاتت على البيت أول شهر ما قالت شيء تاني شهر ما قالت شيء تالت شهر بلاش تتغير بالمطبخ واسر تفوت أنا على المطبخ ما لقيه وين في سكين زينة زينة وين المعلى where's the spoon and she said oh they're in that drawer now وين السحون where are the plates صاروا هناك oh they're in that direction now زينة لازم يكونوا هنا زينة they were supposed to be here بعدين قالت لي then she said to me رح سير عنا بيبي we're gonna have a baby أنا فارش البيت كله I've already furnished the house فجأة لازم بيع لقودة النوم suddenly I needed to sell off one of the bedrooms مرت my wife عند her master degree بالgraphic design she has a master's degree in graphic design شيلة الكمبيوتر so she took off the computer وعملت ديزاين للبيت and she'd already kind of designed what the house was gonna look like she said no no هيدا لازم يروح برا she said no no this has gotta go وهلأ لازم نشوف شي تاني نجيب شي تاني and we need to buy something else for here تحتى لوفر عليك القصة بس تفوت على بيتنا هلأ بتشوف زينة that's the kingdom of zayna what I'm trying to tell you is that a kingdom resembles the king عندما تقول إن ملكوت الله هو فرح برسلام when you say that the kingdom is righteousness peace and joy هذا يعني بأن الملك فرح بر وسلام that means the king is righteousness peace and joy لا يوجد شيء في الملك ما فيه فرح there is nothing in the king that's not joy زكرا أول من بلس الكنيسة الحياة الفيادة I remember when I first started the Abundant Life Church كانت الناس تعرف عني بالأسيس اللي بيدحك they introduced me as the pastor who laughs لأنه معوادين بأن الأسيس دائما because they're used to the pastors being like this وقار وهيبو very serious and majestic والأسيس اللي بيدحك they call me the pastor that laughs لأن ملكوت الله هو فرح because the kingdom is joy لأن ملكوت الله هو سلام the kingdom is peace لأن ملكوت الله هو بر the kingdom is righteousness لأن ملكوت الله هو إذا بد اختصروا بكلمة واحدة if I need to shorten it to just one word هو حياة الله it is the life of God لا يوجد فيك حياة if there is no life in you لا يوجد فيك ملكوت الله then the kingdom of God is not in you وفي شيء ما حدث لهذه العائلة and in something happened to this family لقرروا أن يتركوا الملكوت who decided to leave behind the kingdom بحثا عن أمور الحياة because of the circumstances of life كيف تبحث عن الحياة خارج الحياة how can you search for life outside of life يسوع قال أنا هو الطريق Jesus said I am the way أنا هو الحق أنا هو الحياة أنا هو الحياة أنا هو الحياة لا يوجد حياة خير الجسوة there is no life outside of him بولس رسول قال هذه الكلمات Paul said these words الحياة التي أحياها الآن أحياها بالإيمان I live in faith بيسوع الذي مات عني ثم قام in the one who died and was resurrected hallelujah وانا اليوم أريد أن أشارك عن هذه الحياة and today I want to tell you about this life if you are looking for life outside the kingdom سوف تجد الموت you'll only find death تعرف لا يوجد أسماء في الكتاب المقدس ما لا معنى أسيس there are no names in the bible with no meaning كلمة Ali Malik أو أبي مالك Ali Malik the name Ali Malik معنى الله ملك means God reigns وكلمة نعومي and Naomi معنى اللاطيفة النعومي means gentle تخيل الله ملك imagine God who reigns تزوج اللاطيفة married the gentle one or the delightful one وخلفوا ولدين and then they had two children محلون وكيلون Malon and Chilion تعرف شو معنى أسماء محلون وكيلون do you know what their names mean كلمة محنون في القص العبري معناتها Malon means maryd sick can you imagine someone calling their child sickness can you imagine him playing with his friends at school and they say hey what's your name maryd sickness no no we're not saying how if you're feeling well we're asking you what your name is maryd sickness no 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 you don't understand we're just asking you what your name is maryd sickness how awful is the second son's name his name is is kailon or yeah I think it's and his name means in the original Hebrew the one who is dead dead can you imagine naming your child dead one is sickness and one is death these children came in circumstances of poor health and they called them sickness and death and actually the bible tells us that they both end up dying and Ali Malik also and Ali Malik dies also and the women are left alone when you choose to step outside of the will of God in your life because of circumstances that are difficult most of the time what causes us to make the choices and the decisions that we do is our circumstances and tomorrow I'm going to talk about our decisions difficult circumstances cause you to make decisions even though you may you may know that these decisions will pull you away from God and you will be far from his will you cannot but you can't find anything but sickness and death sickness and death we know later on in the story how God prepared for Naomi how God restored to her but she didn't have a husband or children but the moment she decided to go back to God's will I can imagine her saying to her husband there's a famine here and I'm not belittling I am not belittling the difficulty of the circumstances that you might be going through but the solution is not for you to run towards the world the solution is not to run to the worldly things and the solution is not to run to the things of the flesh the Bible says that from the flesh we get corruption but the spirit brings eternal life sickness and death we're going to read from Genesis chapter 12 and verse 10 now there was a famine in the land and Abram went down to Egypt to dwell there for the famine was severe in the land I find something very strange here God has like a joking spirit is that right a good sense of humor sorry you have to say when you read this that he has a good sense of humor are you here if you read the beginning of chapter 12 if you're here say hallelujah I'm just checking that you're still here I'm supposed to be the one jet lag not you guys the beginning of the chapter it says now the Lord had said to Abram get out of your country from your family and from your father's house to a land that I will show you I will make you a great nation and I will bless you and make your name great and you will be a blessing I will bless those who bless you and I will curse him who curses you and in you all the families of the earth shall be blessed the Bible says so Abram departed the Bible says he left everything his land his family his father's house I won't talk about them yet but he left and he left them all to go to a land and along the way he's telling people Loth his nephew is with him his servants are with him he's got a lot of people surrounding him we're going to the land that flows milk and honey God's going to do such great things God's given us vision God's given us a dream our life will change everything will be great and then they get there and there's a famine people can't find anything to eat there he's got such a good sense of humor why does God do this? Allah يراقبك God is watching you هل أنت تؤمن بي في هذه الأوقات الصعبة during those difficult times? أن في هذه الأوقات تركض إلى العالم أو during those tough times do you run towards the world? listen to me the easiest thing the easiest path for Abram at that time was to go down to Egypt forgive me all the Egyptians here but in the Bible Egypt doesn't represent a good thing it represents you know sin and wickedness أنا بحب مصر I do love Egypt إذا عاد الإيمان بيجي على لبنان بنتخبوا رئيس أنا and if a famous movie star comes to Lebanon I will vote him in بالحقيقة كل اللبناني بيعملوا رئيس لكن مصر هو ليس المكان اللي تذهب إليه في أوقات الصعبة Egypt is not the place to go to when things get tough بقول كتاب المقدس خرج إبرام إلى مصر the Bible says and Abram went out to Egypt ولما اقترب إبرام من مصر اللي أرباطعش in verse 4 أرباطعش sorry 14 so it was when Abram came into Egypt استدعى جمال ساراي أنظار المصريين that the Egyptians saw the woman that she was very beautiful and it happened that the Egyptians really didn't really look to women back then والكتاب المقدس بس شفوا ساراي but when they saw ساراي إذا في وصي المصريين نفذوا مضبوط من الكتاب المقدس there was a command that these Egyptians actually obeyed انموا وكسروا واملقوا الأرض it was go and multiply and fill the earth that's the one they really really loved and they kept it in their hearts is it a hundred million now population when I go to Egypt and then I go back to Lebanon I feel like Lebanon is empty I say where is everybody I was in in Cairo it was 3 a.m a friend of mine comes knocking on the door I'm asleep it's 3 a.m knock 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 I got up thinking oh no something's happened I open the door it was my friend and he said how are you going I said what do you think I'm doing it's 3 a.m he said no 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 get up come on we're going I'm going to feed you a special delicacy it's kind of like rice pudding but it's like a worthwhile delicacy and we went out into the streets in Cairo I mean it's so busy there are kids in the street playing football it's 3 a.m people are going around selling newspapers it's busy it's busy these people it's 3 a.m and I said you know what I said you guys are like 95 million 95 million there is probably not enough room for everybody to sleep so I think there's a shift of people that sleep and there must be a shift that wakes up at night and then they like swap and he went to Egypt the Bible says that they found her to be beautiful in verse 15 it says the princes of Pharaoh also saw her and commended her to Pharaoh and the woman was taken to Pharaoh's house it says he treated Abram well for her sake he had sheep oxen male donkeys male and female servants female donkeys and camels when you choose to leave the promised land you will fulfill your needs but you sell off your honor I have discovered people who are like victims of their needs they are victims of their own needs they can do anything for the sake of fulfilling their needs and God looks and searches at you and I do you believe me do you believe trust what I'm saying in Egypt you let go of your honor your dignity maybe your marriage I thank the Lord for Sarai I would always ask myself in two brackets why is Sarah mentioned in Hebrews 11 I always used to think what did Sarah do to count as one of the heroes of faith do you want to know the answer Sarah Sarah she submitted to her husband to a man who sold her off twice she submitted to a man who sold her off twice or betrayed her twice ask you a question are you for the women are you actually prepared to submit to a man who sells you off the Bible says be like Sarah what was so special about Sarah she believed she believed in God's call and the anointing of God over the life of her husband in the time when her husband sold her off twice she believed that this was a man who was called and she stood by him even when he was at the lowest point in his life how amazing is this woman now compare Sarah to the wife of Job who wants a wife like Job's wife do you know what Job's wife said she saw him sick and she said why don't you just curse God and die and just give us rest this is a wife and that's a wife the women are looking at me stone him cast him out of here the Bible says in Genesis 26 finally and there was a famine in the land now notice in the days of Ali Malik and Naomi there was a famine in the land so they left the promised land in the days of Abraham there was a famine in the land so he went to Egypt but now note with me now there was a famine in the land beside the first famine that was in the days of Abraham and Isaac went to Abu Malik king of the Philistines in Gerar notice these words it says then the Lord appeared to him and said do not go down to Egypt live in the land in the land of which I will tell you dwell in this land and I will be with you and bless you for to you and your descendants I give all these lands and I will perform the oath which I swore to Abraham your father and in verse 12 then Isaac sowed in that land and reaped in the same year a hundredfold because he was smart and the Lord blessed him now listen carefully to me in the times of famine in the times of difficulty in the times of distress in the times of problems in the times of challenges maybe it's family challenges maybe they're financial challenges maybe they're practical challenges or challenges at work or challenges in ministry you and I make a decision or a choice to take the easy way out and we try and help God notice in each example when man tried to help God he created a bigger problem all of humanity now is reaping the results of Abraham trying to help God the Bible says to Isaac the Lord said to Isaac do not go outside of your call yes it's difficult yes there are challenges yes there are difficulties and challenges stay in your calling I am able to protect you I am able to fulfill your need I know perfectly that you are flesh and blood do you know we have needs we don't survive on a battery and I used to say Lord why didn't you create us with like a battery where you just plug in and charge you know people could just stand by the switch what's wrong with you oh I'm just charging but you and I we actually eat and we drink we need food clothing drink we need to love and to be loved we need to be seen and heard God knows full well that you have needs but the only way he can fulfill your need is for you to stay in the plan in the kingdom do not go down to Egypt because there you will sell off your honor there your family will fall apart I know people who've gone and they've said I'm going to go off and try and make a living they found the living but they lost their families I know people who've been searching for a ministry somewhere they can have a ministry they found the ministry but they lost their faith and they lost their call I told you before that God allowed me to travel the world when is Allah d'a'ani but if God called me if he didn't call me I couldn't go to anywhere in the world I couldn't go anywhere in the world previously I had been given a decline for all my visas I actually graduated from London but prior I had been declined twice for a visa there but then in two weeks I was declined in Lebanon and in Syria Damascus and then I went to a church and you know how believers are hallelujah they're like Job's friends it's almost like they're happy when things go wrong but there was one person from Sudan he said brother Shadi what's wrong with you and I said I told him he said let's pray this man from Sudan he's about two meters high I'm not very tall my wife is actually she's 6.1 feet tall my wife I was so I've been so wounded my whole life about my height and then God made me marry a woman taller than me so this guy was really tall you know the Sudanese people have his and he said come and I'm going to pray with you and he held my hands and he began to pray now he couldn't even because I wasn't the level of his vision the level of his vision was here and I was down here but he was praying he's holding my hands and he's embracing and squeezing in Jesus name and he was grabbing and squeezing my hands and squeezing my hands and I'm squirming in Jesus name and my fingers were like all squished up and then he let go of me and I began to like unfold my fingers again and he said God is telling you brother Shady go and apply again for your visa you know what I'm saying logically speaking if you've had a rejection for your visa twice in one week it is impossible and the two times that I filled in an application it was once with a Christian a man there his name was George and the guy in Damascus his name was Joseph both of them were Christians and they were the ones that interviewed me and rejected me and then within two weeks I went a third time before I went to the embassy and I was having a chat with the Lord and I said Lord you told me that you wanted to send me out to the world you've given me a passport but this passport doesn't take me to Beirut and he said lift up your passport he said with this passport I will take you to the world now I can go to Europe without a visa and my passport is a Lebanese passport I don't know how but that's what happens when I went to the embassy they called out my number and the person that was interviewing me his name was Ali and I thought if Joseph and George rejected me is Ali going to really let me through and I thought God let this turn out well Ali Ali and he said what are you going to do and I said some Muslim words and I'm just joking I said I'm going to study and he said what are you going to study and I said I'm going to go study the Bible he said oh why and I said because I want to serve the Lord he said okay how and I said I mean I'm going to go preach the gospel of Jesus and he said I like you and I said I like you too Ali gave me the visa to go study theology Ali is it logic is it logic do not go outside outside of your calling do not go outside of the promised land regardless of how tough it gets let's stand together I